بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً ومرحباً بكم أبناء العزاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الخامس الأساسي أحباب الطلاب درسنا لهذا اليوم بعنوان التحليل إلى العوامل حيث سنتعرف في درسنا لهذا اليوم على ما يلي أولاً عوامل العدد ثانياً الأعداد الأولية ثالثاً تحليل عدد إلى عوامله رابعاً وأخيراً تحليل عدد إلى عوامله الأولية في البداية أحباب الطلاب ماذا نعني بعوامل العدد لاحظ معي المثال التالي ثلاثة ضرب خمسة يساوي خمسة عشر وبالتالي فإننا نقول بأن العدد ثلاثة هو عامل من عوامل العدد خمسة عشر كذلك العدد خمسة هو أيضاً عامل من عوامل العدد خمسة عشر بطريقة مماثلة إثنان ضرب سبعة يساوي أربعة عشر إذن العدد إثنان هو عامل من عوامل العدد أربعة عشر أيضاً العدد سبعة هو أيضاً عامل من عوامل العدد أربعة عشر الآن لو أردنا أن نجد عوامل العدد عشرة كما تعلم عزيز الطالب فالعدد عشرة يساوي واحد ضرب عشرة كذلك أيضاً عشرة يساوي اثنين ضرب خمسة هل هناك عزيز الطالب عددان آخران يكون ناتج ضربه ما يساوي عشرة لا يوجد غير هذه الأعداد إذن في هذه الحالة نقول بأن عوامل العدد عشرة هي واحد وعشرة واثنان وخمسة أو بطريقة مرتبة نقول عوامل العدد عشرة هي واحد واثنان وخمسة وعشرة الآن لو أردنا أن نجد عوامل العدد ثمانية عشر العدد ثمانية عشر بداية يساوي واحد ضرب ثمانية عشر وكذلك أيضاً يساوي اثنان ضرب تسعة حيث اثنان ضرب تسعة يساوي ثمانية عشر كذلك العدد ثمانية عشر يساوي أيضاً ثلاثة ضرب ستة إذن هذه عزيز الطالب هي عوامل العدد ثمانية عشر وهي واحد وثمانية عشر واثنان وتسعة وثلاثة وستة وبذلك نستطيع أن نقول بأن عوامل العدد ثمانية عشر هي واحد واثنان وثلاثة وستة وتسعة وثمانية عشر أحباب الطلاب لنجد معاً الآن عوامل العدد سبعة بطريقة مشابهة العدد سبعة يساوي واحد ضرب سبعة هل يوجد عزيز الطالب عددان آخران يكون ناتج ضربهما يساوي سبعة؟ لا يوجد إذن العدد سبعة عوامله فقط هي واحد وسبعة أي أن العدد سبعة له فقط عاملان اثنان العدد سبعة له عاملان فقط كذلك الحال مع العدد أحد عشر فهو يساوي واحد ضرب أحد عشر ولا يوجد عددان آخران يكون ناتج ضربهما يساوي أحد عشر وبالتالي فعوامل العدد أحد عشر هي واحد وأحد عشر أي أن العدد أحد عشر له فقط عاملان اثنان إذن عزيز الطالب العدد سبعة له عاملان فقط العدد أحد عشر له عاملان فقط العدد خمسة كذلك له عاملان فقط كل من هذه الأعداد يسمى عددا أوليا كل من الأعداد سبعة وأحد عشر وخمسة كل منها يسمى عددا أوليا لماذا؟ لأن له فقط عاملان اثنان إذن ما هو العدد الأولي؟ العدد الأولي هو العدد الذي له عاملان فقط ما هما هذان العاملان؟ هما العدد نفسه والواحد الصحيح فمثلا العدد ثلاثة عشر هو عدد أولي لأن له فقط عاملان إثنان هما الواحد الصحيح والعدد نفسه ثلاثة عشر عزيز الطالب هل العدد تسعة عدد أولي؟ حتى يكون العدد تسعة عددا أوليا سنعرف معا كم عدد عوامل هذا العدد تسعة لذلك نكتب تسعة يساوي واحد ضرب تسعة كذلك نعرف من حقائق الضرب أن تسعة أيضا يساوي ثلاثة ضرب ثلاثة إذن عوامل العدد تسعة هي واحد وثلاثة وتسعة ما عددها؟ كم عاملا للعدد تسعة؟ العدد تسعة له ثلاثة عوامل وبالتالي فالعدد تسعة ليس عددا أوليا بذلك أحباب الطلاب نكون قد تعرفنا على عوامل العدد وتعرفنا أيضا على الأعداد الأولية وماذا بالنسبة لتحليل العدد إلى العوامل؟ هذا ما سنتعرف عليه معا عندما أعود إليكم بعد فاصل قصير أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلاب من جديد لنتابع معا في هذا الجزء من الدرس التحليل إلى العوامل عزيز الطالب ماذا نعني بالتحليل إلى العوامل؟ تحليل العدد إلى عوامله يعني كتابة هذا العدد في صورة حاصل ضرب عددين بكل الطرق الممكنة تحليل العدد إلى عوامله يعني كتابة هذا العدد في صورة حاصل ضرب عددين بكل الطرق الممكنة فلكي نحلل العدد 12 مثلا إلى عوامله سنقوم بكتابة هذا العدد في صورة حاصل ضرب عددين بكل الطرق الممكنة ولنبدأ بالواحد الصحيح حيث 12 يساوي 1 ضرب 12 لننتقل إلى العدد 2 هل يوجد عدد نضربه في 2 يكون الناتج 12 نعم حيث 12 تساوي 2 ضرب 6 ننتقل إلى العدد 3 هل يوجد عدد نضربه في 3 يكون الناتج 12 نعم نعلم أن 12 يساوي 3 ضرب 4 ننتقل إلى العدد التالي وهو 4 نعلم أن 4 ضرب 3 يساوي 12 والتي هي نفسها 3 ضرب 4 الآن أصبحت العوامل تتكرر إذن سنتوقف عن 12 تساوي 3 ضرب 4 وبالتالي نستطيع أن نقول بأن عوامل العدد 12 هي 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 12 هيا بنا عزيز الطالب نحلل العدد 27 إلى عوامله بطريقة مشابهة نبدأ أولا 27 يساوي 1 ضرب 27 ننتقل إلى العدد 2 هل يوجد عدد نضربه في 2 يكون الناتج 27 بطريقة أخرى هل العدد 27 يقبل القسمة على 2 طبعا لا ننتقل إلى العدد 3 هل العدد 27 يقبل القسمة على 3 هل يوجد عدد نضربه في 3 يكون الناتج 27 نعم 27 يساوي 3 ضرب 9 هل يوجد عزيز الطالب عددان آخران يكون ناتج ضربه ما يساوي 27 طبعا لا يوجد وبالتالي في هذه الحالة نستطيع أن نقول بأن عوامل العدد 27 هي 1 و 3 و 9 و 27 حلل العدد 24 إلى عوامله مستعينا بالمخطط الشجري العدد 24 عزيز الطالب يساوي بداية واحدا ضرب 24 كذلك إذا انتقلنا إلى العدد 2 فسيكون 24 يساوي 2 ضرب 12 إذن 24 يساوي 2 ضرب 12 كذلك 24 يساوي 3 ضرب 8 كذلك أيضا العدد 24 يساوي 4 ضرب 6 هذه عزيز الطالب جميعها هي عوامل العدد 24 وهي 1 و 24 و 2 و 12 و 3 و 8 و 4 و 6 أو نستطيع كتابتها بطريقة أخرى ونقول عوامل العدد 24 هي 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 12 و 24 هذه عزيز الطالب هي عوامل العدد 24 إذن تعرفنا أحباب الطلاب على طريقة تحليل العدد إلى عوامله وقلنا نحلل العدد إلى عوامله بكتابة هذا العدد في صورة حاصل ضرب عددين بكل الطرق الممكنة ولكن ماذا نقصد بالتحليل إلى العوامل الأولية وكيف يتم تحليل العدد إلى عوامله الأولية هذا ما سنتابعه معا ولكن بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم أعباب الطلاب من جديد لنتابع في جزئنا هذا تحليل العدد إلى عوامله الأولية بداية ماذا نقصد بتحليل العدد إلى عوامله الأولية تحليل العدد إلى عوامله الأولية يعني كتابة هذا العدد في صورة حاصل ضرب عوامل أولية تحليل العدد إلى عوامله الأولية يعني كتابة هذا العدد في صورة حاصل ضرب أعداد أولية فلكي نحلل العدد 36 إلى عوامله الأولية سنقوم بالبحث عن عددين يكون ناتج ضربهما يساوي ستة وثلاثين ولنأخذ مثلا أربعة ضرب تسعة أربعة ضرب تسعة يساوي ستة وثلاثين عزيز الطالب العدد أربعة ليس عددا أوليا العدد تسعة أيضا ليس عددا أوليا نأتي الآن للعدد أربعة العدد أربعة يساوي اثنان ضرب اثنين والعددان اثنان واثنان طبعا هما عددان أوليان العدد تسعة كذلك يساوي ثلاثة ضرب ثلاثة والعدد ثلاثة أيضا هو عدد أولي إذن حللنا العدد ستة وثلاثين إلى عوامله الأولية لاحظ الأعداد الأربعة التي حصلنا عليها هنا وهي العدد اثنان وكذلك اثنان ثلاثة وكذلك ثلاثة هي أعداد أولية إذن نستطيع أن نقول هنا أن العدد ستة وثلاثين يساوي اثنين ضرب اثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة اثنان ضرب اثنين يساوي أربعة أربعة ضرب ثلاثة يساوي اثنى عشر اثنى عشر ضرب ثلاثة يساوي ستة وثلاثين بذلك عزيز الطالب نكون قد حللنا العدد ستة وثلاثين إلى عوامله الأولية بهذه الطريقة أربعة ضرب تسعة يمكن أيضا أن نحلل العدد ستة وثلاثين باستخدام عددين آخرين فالعدد ستة وثلاثين كما نعلم يساوي اثنين ضرب ثمانية عشر العدد اثنان هو عدد أولي أما العدد ثمانية عشر فهو ليس عددا أوليا ثمانية عشر ماذا تساوي؟ تساوي مثلا اثنين ضرب تسعة العدد اثنان هو عدد أولي العدد تسعة ليس أوليا نحلله إلى أعداد أولية تساوي ثلاثة ضرب ثلاثة بذلك نكون قد حصلنا على عوامل العدد ستة وثلاثين وهي اثنان في اثنين في ثلاثة في ثلاثة نكتب هنا العدد ستة وثلاثين يساوي اثنين ضرب اثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة طبعا حصلنا هنا على نفس التحليل الذي حصلنا عليه في المرة السابقة كذلك سنحصل على نفس النتيجة إذا حللنا العدد ستة وثلاثين إلى اثنين في ثمانية عشر ولكن سنحلل الثمانية عشر إلى ثلاثة في ستة في المرة السابقة حللناها اثنين في تسعة ثلاثة عدد أولي ومن قبلها اثنان عدد أولي والستة ليست عددا أوليا ولكنها تساوي حاصل ضرب عددين أوليين حيث تساوي اثنين ضرب ثلاثة إذن الأعداد الأربعة التي حصلنا عليها هنا هي أعداد أولية وستة وثلاثين تساوي اثنين ضرب اثنين ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة لننتقل إلى تحليل العدد خمسة وسبعين أيضا إلى عوامله الأولية بطريقة مشابهة العدد خمسة وسبعون كما تعلم رقم أحده خمسة وبالتالي فإنه يقبل القسمة على خمسة خمسة وسبعون تساوي خمسة ضرب خمسة عشر العدد خمسة هنا هو عدد أولي أما العدد خمسة عشر فهو ليس عددا أوليا وبالتالي نحلله إلى حاصل ضرب عددين أوليين فنعلم أن خمسة عشر تساوي ثلاثة ضرب خمسة الآن العداد الثلاثة التي حصلنا عليها هنا جميعها أعداد أولية إذن العدد خمسة وسبعون يساوي خمسة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة أو يساوي ثلاثة ضرب خمسة ضرب خمسة بطريقة أخرى خمسة وسبعين تقبل القسمة على ثلاثة حيث مجموع أرقامها خمسة زائل سبعة يساوي إثنى عشر والعدد إثنى عشر يقبل القسمة على ثلاثة إذن خمسة وسبعين تساوي ثلاثة ضرب خمسة وعشرين 75 تساوي 25 ضرب 3 العدد الثلاثة هنا هو عدد أولي والعدد 25 ليس أوليا ولكنه يساوي ناتج ضرب عددين أوليين 25 تساوي 5 ضرب 5 إذن حصلنا هنا على أعداد ثلاثة جميعها أعداد أولية إذن العدد 75 أيضا يساوي 5 ضرب 5 ضرب 3 أو يساوي 3 ضرب 5 ضرب 5 لننتقل أحباب الطلاب إلى سؤال آخر استخدم طريقة القسمة لتحليل العدد 60 إلى عوامله الأولية يطلب منا أن نحلل العدد 60 إلى عوامله الأولية ولكن بطريقة القسمة لكي نستخدم طريقة القسمة سنقوم بقسمة العدد 60 على أعداد أولية يقبل القسمة عليها نرسم هنا عزيز الطالب ما يسمى بعمود التحليل على يمينه العدد 60 الذي نريد أن نحلله إلى عوامله الأولية نعرض العدد 60 هل يقبل القسمة على العدد 2؟ نبدأ بالعدد الأول الأول وهو العدد 2 هل 60 تقبل القسمة على 2؟ نعم لأن رقم الأحد صفر 60 تقسيم 2 يساوي 30 30 أيضا تقبل القسمة على 2 وتساوي 15 الآن 15 لا تقبل القسمة على 2 ولكنها تقبل القسمة على 3 15 تقسيم 3 كم تساوي؟ تساوي 5 العدد 5 لا يقبل القسمة إلا على نفسه لأنه عدد أولي إذن 5 تقسيم 5 والناتج هو طبعا 1 عزيز الطالب عندما نصل في هذه الجهة إلى العدد 1 نكون قد أنهينا عملية التحليل والأعداد المكتوبة هنا في الجهة اليسرى هي عوامل العدد 60 لذلك سنكتب هنا أن العدد 60 يساوي 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 إذن مرة أخرى 60 يساوي 2 ضرب 2 ضرب 3 ضرب 5 بذلك نكون قد حللنا العدد 60 إلى عوامله الأولية مستخدمين طريقة القسمة أيضا سنستخدم طريقة القسمة لإيجاد عوامل العدد 198 العوامل الأولية العدد 198 طبعا يقبل القسمة على 2 لأن رقم الآحد 8 وهو عدد زوجي 198 تقسيم 2 يساوي 99 العدد 99 لا يقبل القسمة على 2 لأن رقم الآحد 9 رقم فردي بينما هذا العدد 99 يقبل القسمة على 3 99 تقسيم 3 يساوي 33 33 أيضا تقبل القسمة على 3 والناتج هو طبعا 11 العدد 11 هو عدد أولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه إذن 11 تقسيم 11 يساوي 1 وانتهت عملية التحليل والعدد 198 يساوي 2 ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب أحد عشر العدد 198 يساوي 2 ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب أحد عشر إذن أحباب الطلاب تعرفنا كيف نحلل العدد إلى عوامله الأولية بعد الفاصل سنتابع مزيدا من التدريبات المنتمية لعملية التحليل إلى العوامل أهلا وسهلا بكم أحباب الطلاب من جديد لنتابع معا في هذا الجزء من الدرس بعض الأسئلة المنتمية على هذا الموضوع سؤالنا الأول ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي العدد الذي له عاملان فقط يسمى عددا أوليا زوجيا فرديا أم مربعا العدد الذي له عاملان فقط كما تعرفنا في البداية يسمى عددا أوليا حيث قلنا أن العدد الأولي هو العدد الذي له عاملان فقط هما الواحد الصحيح والعدد نفسه عبارة أخرى التحليل الصحيح للعدد 48 إلى عوامله الأولية وهو ثمانية ضرب 6 أو 6 ضرب 8 أم ثلاثة ضرب 4 ضرب 4 أم 2 ضرب 2 ضرب 3 أم 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 3 لاحظ عزيز الطالب المطلوب التحليل الصحيح إلى العوامل الأولية لذلك سنستثني الإجابة الأولى والثانية لأن الأعداد ستة وثمانية وأربعة ليست أعدادا أوليا بقي أن نختار الإجابة جيم أم داد لنجد ناتج الضرب هنا اثنان ضرب اثنين يساوي أربعة ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة أربعة ضرب تسعة يساوي ستة وثلاثين وليس ثمانية وأربعين بينما اثنان ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين يساوي ستة عشر ضرب ثلاثة يساوي ثمانية وأربعين إذن عزيز الطالب هذا هو التحليل الصحيح للعدد ثمانية وأربعين إلى عوامله الأولية لننتقل إلى سؤال آخر وهو ضع صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخطأ العبارة الأولى العدد أربعة من عوامل العدد 1548 هل العدد أربعة من عوامل العدد 1548 يكون العدد أربعة من عوامل هذا العدد إذا كان هذا العدد وهو 1548 يقبل القسمة على أربعة فهل هذا العدد يقبل القسمة على أربعة متى يقبل العدد القسمة على أربعة كما تذكر عزيز الطالب يقبل العدد القسمة على أربعة إذا كان العدد المكون من منزلتي الآحد والعشرات يقبل القسمة على أربعة فما هو العدد المكون من منزلتي الآحد والعشرات هنا إنه العدد ثمانية وأربعون العدد الثمانية وأربعون يقبل القسمة على أربعة فأربعة ضرب إثنى عشر يساوي ثمانية وأربعين إذن مادام أن العدد المكون من منزلتي الآحاد والعشرات يقبل القسمة على أربعة إذن العدد ألف وخمسمائة وثمانية وأربعين كله يقبل القسمة على أربعة وبالتالي فإن العدد أربعة هو من عوامل العدد ألف وخمسمائة وثمانية وأربعون أي أن عبارتنا صحيحة عبارتنا التالية تقول العدد تسعة وثلاثون عدد أولي هل العدد تسعة وثلاثين يعتبر عددا أوليا كما تعلم عزيز الطالب فالعدد تسعة وثلاثين يقبل القسمة على ثلاثة لأن مجموعة أرقامه تسعة زاء الثلاثة يساوي إثنى عشر التي تقبل القسمة على ثلاثة إذن هذا العدد تسعة وثلاثين له أكثر من عاملين له عوامل هي الواحد والتسعة وثلاثين وله أيضا عامل آخر هو العدد ثلاثة وله عامل الرابع وهو ناتج قسمة تسعة وثلاثين على ثلاثة الذي يساوي ثلاثة عشر وبالتالي فالعدد تسعة وثلاثين ليس عددا أوليا لأن له أكثر من عاملين وصلنا عزيز الطالب إلى سؤالنا الأخير وهو نشاط للمتفوقين أطلب منك أن تحلل العدد ألفين وثلاثمائة وعشرة إلى عوامله الأولية حلل العدد ألفين وثلاثمائة وعشرة إلى عوامله الأولية بذلك أحباب الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم والذي تحدثنا فيه عن عوامل العدد وعن الأعداد الأولية وعن تحليل العدد إلى عوامله وأخيرا تحليل العدد إلى عوامله الأولية لا يسعني في الختام إلا أن أتمنى لكم دوام التقدم والنجاح إلى اللقاء في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة